بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Transmails of Engineering Design نستكمل معنا Chapter 12 Keys and Couplings وهنا هنتكلم على المسالينمنت أو الانحراف في الاستقامة طبعا أثناء عملية التركيب للموتور مع البمب لابد أن يكون المحور بتاع عمود الموتور على استقامة محور عمود البمب ده بنقول عليه Perfectly aligned أو استقامة تامة أثناء عملية التركيب ممكن يحصل errors أنواع هذه errors اللي احنا بنقول عليها المسالينمنت أو الانحراف في الاستقامة النوع الأولاني أنه الأعمدة تكون متوازية لكن في مسافة ما بينهم وده اللي احنا بنقول عليه Barallel Misalignment أو أحيانا نقول عليه Literal Misalignment النوع الثاني أن عمود أو محور عمود منهم يشكل زاوية مع العمود الآخر أنجل بالشكل ده كده وده النوع اللي احنا بنسميه Angler Misalignment أو الانحراف الزاوي النوع الثالث هو Combination ما بين اللي اتنين دور يعني بيحتوي على هنا في انحراف Literal أو Parallel وفي نفس الوقت فيه هنا انحراف زاوي دي الثلاث أنواع من الانحرافات وإحنا بنحاول نحن طبعا نتفادى أثناء عملية التركيب مثل وجود هذه الانحرافات طيب ندخل بقى على Types of Cobblings أول نوع عندي اللي هو Rigid Cobblings Rigid Cobblings هنا It's used to connect two shafts which are perfectly aligned اللي بيكون مفيش فيها Misalignment فلابد انه تكون perfectly aligned النوع ده من نوع sleeve أو Muff Cobbling النوع التاني اللي هو Clamp أو Split Muff Cobbling نفس النوع الاولاني بس نصفين زي ما هنوضح بعد كده أو احيانا بيسموه Compression Cobbling النوع التالت اللي هو Flange Cobbling النوع التاني من أنواع Cobblings اللي هو Flexible Cobblings والنوع ده It's used to connect two shafts having both lateral and angular misalignment النوع ده مصمم خصيصا لاستيعاب المisalignment أو لانحراف في استقامة الأعمدة ومن النوع Pushed pin type Cobblings والuniversal Cobblings والold ham Cobblings زي ما هنشوف في الدروس القادمة ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر